اشتركوا في القناة نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية في قصر الاصخير هذا اليوم المهنئين من اهالي محافظة المحرق بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك في اطار لقاءات جلالته مع رجالات البحرين وابنائها الكرام في مختلف محافظات المملكة وتشرف الاهالي بالسلام على جلالة العاهل المفدى معربين عن اخلص التهاني واطيب التبركات الى جلالته بهذه المناسبة الكريمة راجين الباري جلت قدرته ان يعيد هذه الايام المباركة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالخير والرفعة والتقدم كما اعرب الحضور عن بالغ الشكر والامتنال للمقام السابي لصاحب الجلالة على حرص جلالته على تعزيز اواصر التواصل مع كافة ابناء البحرين وما يوليه من رعاية واهتمام بمحافظة المحرق وتلبية تطلعات واحتياجات اهاليها من خلال توجيهات جلالته السامية بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرع وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نحن سعداء باستقبالكم في هذه الليلة الفضيلة من شهر رمضان المبارك لنرحب بكم ولنستبشر معكم العودة الحميد لوصلنا الجميل بأهلنا وحبتنا فلله الحمد والمنة على عظيم لطفه وغضاءه فهو أنبدل الأحوال لأحسنها بفضله ورحمته وفي مقام شهر الخير والبركات الذي يهل علينا بنفحات السماعة والمحبة والأخاء وبمعانيه السامية المهذبة للنفوس والداعية للإخلاص في العمل لنفع العباد وإعمار الأرض نود أن نعرب عن خالص تمنياتنا لشعوب العالم أجمع بالمزيد من الاستقرار والرخاء وخصوصا للشعبين الصديقين في الاتحاد الروسي وإكرانيا لتجاوز خلافاتهما للوصول إلى تفاهمات سلمية تقوم على حسن النوايا وبما يحفظ مصالح الجميع ويعيد الأمن والمعنان لشعوب المنطقة وندعو جميع الدول والمجموعات الدولية للقيام بدور بناء لحل الخلاف وعلى المساعدة للوصول إلى اتفاق يضمن الأمن القومي لجميع الدول ويعيد السلام والاستقرار للمنطقة إن ضمان الاستقرار العالمي هو أمر تلتزم به مملكة البحرين عبر علاقاتها الخارجية ومبادراتها الإنسانية كما تعمل بشكل حثيث على تعزيز تحالفاتها الاستراتيجية وشراكاتها التجارية مع دول العالم دون استثناء وهو نهج لن نحيد عنه بعون الله فمن خلال هذه السياسة البحرينية الثابتة والواثقة سنبقى على الدوام دعاة للوئام والسلام وسنسعى جاهدين لمد يد العون ما استطعنا لذلك سبيلا وفي الختام نكرر ترحيبنا بكم ودعاءنا الخالص بأن يعيد الله علينا شهر الخير والبحرين وأهلها في أمن ورفعة ودوام استغرار وهذه هي رسالتنا ترحيبا بكم أيها الإخوة والأخوات وترحيبا بجميع أهالي المحافظات الذين سنستقبلهم في الأيام القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة أهالي محافظة المحرق يلقيها نيابة عنهم الدكتور مالالة جعفر عبد الملك الحمادي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والفطيلة والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يُشرِّفني يا صاحب الجلالة أن أقف في مجلسكم العامر في هذا اليوم من الشهر الفضيل نيابةً عن أهالي محافظة المحرَّ لكي أنقل لجلالتكم تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان الكريم وتشرفهم بتجديد البيعة والولاء لجلالتكم سائلين المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى شعب البحرين الوفي هذه المناسبة المباركة بالخير والبركة والسعادة سيدي أن أهالي المحرَّق كعادتهم دائماً باقون على العهد الذي يورثوه من أبائهم وأجدادهم الأولين وما سطَّروه من تضحيات وما تميِّز به من ولاء وتعاضد مع حكام آل خليفة الكرام على مر العصور وهذا ما تورثته مختلف الأجيال وحرصت على استمراره ويستذكرون في ذات الوقت ما تحقَّق من إنجازات في عهد جلالتكم الزاهر ويُثمِّنون عالياً ما وصلت إليه مملكتنا الغالية من مكانة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويُشرف أهالي محافظة المحرَّة أن يُعبِّروا عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقَّق على أرضها في عهد جلالتكم الزاهر من إنجازات ومشاريع تنموية وبنية تحتية وصروح صحية وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الخدمات الحكومية بما في ذلك المشاريع الإسكانية والاجتماعية والرياضية سيدي حضرة صاحب الجلالة إننا وبكل فخر نستذكر اهتمام جلالتكم بتعزيز منظومة القيم الوطنية والحضارية والتي جعلت من البحرين منارةً للتسامح والتعايش السلمي والحوار بين كفة الأديان والمذاهب والأطياف حتى أصبحت واحة أمنٍ وأمان لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن الغالي كما نالت المرأة البحرينية نصيبها الكبير في مختلف القطاعات بفضل دعم جلالتكم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالتكم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حيث تبوأت المرأة البحرينية العديد من المناصب العليا محلياً ودولياً سيدي أننا في هذا المقام نثمن عالياً مسيرة العطاء في قوة دفاعنا الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية من مستوياتٍ عسكرية وأمنية متطورة حيث سجلت هذه المؤسسات التي نفخر بها ملاحمة وطنيةً محل تقديراً واعتزازاً من الجميع ونستذكر بهذه المناسبة شهداءنا الأبرار الذين سطروا أروع وأسمى التضحيات في سبيل الذور عن ثراب الوطن ولا يفوتنا أن نشيد ونعرب عن اعتزازنا بالدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فبفضل من الله ومن ثم جهود سموه وأعضاء فريق البحرين الوطني استطاعت البحرين أن تتخطى كل الصعار بالإضافة إلى نهج سموه في تحقيق سياسة التعافي الاقتصادي وقيادة سموه وحكمته المتميزة في إدارة الحكومة المؤقرة على كافة الصعب ويشرفنا أن نفخر بما تحقق من إنجازات رياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكافة المنتخبات والفرق البحرينية فبفضل توجيهات جلالتكم ودعمكم لرياضة البحرينية ومن خلال السياسة المتميزة التي ينتهجها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيدي حضرة صاحب الجلالة هذه هي المحرق وهؤلاء هم أهلها الأوفياء باغون على العهد الذي قطعوه على أنفسهم وتشربت نفوسهم بشأن بذل العطاء بشأن مواصلة بذل العطاء والتضحية والوفاء والإخلاص في بناء الوطن وعزته وكرمته دمتم جلالتكم دخرا وسندا للمحرق ولكافة مدن وقرى البحرين والمواطنين ولكل من يقيم على تراب هذا الوطن الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي صاحب الجلالة تلقي الشاعر موزع عبدالله المنصوري قصيدة بعنوان تفداك لمحرق وأهلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمسي على الجميع بالخير مبارك لكم بالشهر وكل يشكر بطريقته وأنا أشكر بقصيدتي جلالة الملك شكرا على اهتمامك بالشعر كموروث شعبي هام وشكرا على دعمك وتشجيعك الدائم للشعراء والشاعرات باعتبارهم سفراء الكلمة وشكرا على كل ما تقدمه للشعب البحريني الأصيل وهذه الزيارة طال عمرك كل أهالي المحرق ينتظرون هلين أصبحت على مبارزة في هذا الشهر الفضيل وبدوري ونيابة عن الجميع نقدم جل الشكر والامتنان والوفاء والولاء لجلالتكم من خلال هذه القصيدة قلت سجل يا تاريخ الشعر منظومة الدر الثمين للمدركين إن الشعر للمنجزات خلودها تكتبني أشعاري سبايك صغتها للنادرين اللي وفاهم يعشق الطولة ويحكم طودها تمطر بلاغات الأدب من غيمتي سحر مبين نور البيان اللي اتمناه العرب في سجودها الشعر ومجادك حمد وسط الحشام متلازمين يختال شعري لا دوت بين الحروف ورعودها ربي عطاني من ضياه وصرت في حصنه مكين قلت ديورود الذهب والماس زان ورودها مركاي عزي والبلاغة مجلسي للواردين اللي هواهم ياردون القاف من مورودها ليه المدحك يا حمد يا أصل مداي الفرقدي أقلط حروفي على أرضاك وتهل وفودها تهواك لمحرق وترقب طلتك في كل حين أم المدن سميتها وتزينت بعقودها جملت نابس خاك والجزلة على الوافين دين ما يلحق جود الفوارس ليت السابق جودها ملفاك عيد ويا عسانا فيه ضمن العايدين وشوفتك عيدية وطن يحمل كبير وعودها تصعد ومانينا معك تصعد صعود الواثقين يداحر الحساد بعزوم البلد وعذودها تبقى حمدنا قبلة وإحنا وراها حامدين ولا يحمد اللوا في البذرة ومكرم عودها تبقى حمدنا قبلة وإحنا وراها حامدين ولا يحمد اللوا في البذرة ومكرم عودها كل على ما هو تربى يارقى أو ما يبين وكل على نفسه بصيره ليفهم مقصودها ويبقى وطن في عيون الطيب دار الطيبين ويبقى شعبنا عزوة للي يتمنى زودها دستورنا حب وسلام ونهجنا سلم ودين وعاداتنا فوق الجبال الشم يضوي جودها متعايشين بطيبنا وبديننا متسامحين في دار لا فكر ولا مذهب فرق بعهودها بحريننا بين الأمم جنة تسر الناظرين واخلاقنا فوق الشيم يسبق مطر هنودها دام الخليفة روسنا تبقى ونبقى آمنين وتبقى الجهود الراسيات مأمنات حدودها دام الخليفة روسنا تبقى ونبقى آمنين وتبقى الجهود الراسيات مأمنات حدودها ودامك ذرانة يا حمد نحمد إله العالمين لطفك سبق حزمك ونفسك للسلام تقودها الملك والسلطة مع التاريخ باسمك غانمين بحريننا باسمك رقات يا سعدها وسعودها اصعد على سلم نجاحك جاوز حدود اليقين أبعد من الممكن مقامك في عظيم جهودها يا سترة الأقدار يا ذخر اعتزت فيه السنين قالت حمد وعطيتها زود على منشودها أرفقت وانصفت القوارير وسبقت السابقين المرأة في عهدك حمد ذقنا حلا عن قودها سادت على روس المناصب وافتحت للطامحين أبواب عزك يا حمد واستبشرت بحشودها نهديك باقات امتنان وحب وحساس اندفين لولاك ما ضلنا القمم يا منصف مضهودها يلبسني يلبرقع شرف والبسعبات الفائزين يومني قدام الملك قافي تخايا العودها يلبسني يلبرقع شرف والبسعبات الفائزين يومني قدام الملك قافي تخايا العودها العود بحريني شعر وشعور وبمدحك يزين طيب ومدحك زاد طيبة والحروف شهودها تفداك لمحرق تفداك لمحرق تفداك لمحرق وهلها كلهم متعافدين في طوع تاجك والأصايل ما تذلوا عودها الله يحكمها على مراد خير الحاكمين والله يديمك يا حمد عند الشعب محمودها الله يديمك يا حمد عند الشعب محمودها شكرا لكم 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة